وملعب الاهلي خلالنا نروح لزاملنا كريم احمد يطمننا على الفريق تفضل كريم مساء الخير عليك كابتن اسلام الشاطر اهلا بيك واهلا بكل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي الجمهور اكيد والجميع متعطش لي رؤية هذه المبراءة المرتقبة والمنتظرة النادي الاهلي وصاندونز في ذهاب ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا مبراء غايف الاهمية لفريق النادي الاهلي تم الاستعداد من جميع الجوانب كابتن اسلام فنيا وادريا وجماهيريا لهذه المبراءة نفاذ تذاكر 30 الف مشجع النهاردة ان شاء الله يزينه استاد القاهرة قبل المبراءة ب72 ساعة وقالنا يمكن ده مش امر جريب على فريق النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي لو في اكتر من كده كمان تذكر اكيد جمهور النادي الاهلي يكون في المعاد عايزة ارجع معك لعادة كابتن اسلام ونتكلم ونتمن كل جمهور النادي الاهلي على اخر الكواليس الاستعدادات حالة المعنوية حالة البدنية الليعبية النادي الاهلي الكل جاهز بالنسبة كبيرة جدا لهذه المبراءة الترتيبات كانت على اعلى مستوى خلال الايام الماضية غلق ليه التدريبات الكل طبعا كابتن اسلام بيجهز لينقاط القوة والضعف في محاضرات الفيديو وجود الكابتن محمود الخطيب في تدريبات النادي الاهلي الرسالة الهمة والدائمة والمستمرة لفريق النادي الاهلي ممكن طبعا زي ما اكدنا وقالنا خلاص الموضوع انتهى بالنسبة النتيجة الاولى التركيز فقط في الشوت الاول هنا في القاهرة والشوت التاني ان شاء الله لا يكون في بيريتوريا 90 ديئة الاولى باذن الله النادي الاهلي يكون موفق فيها لتشكيل شخصية النادي الاهلي روح الفنان الحمراء نقدر نحسم امور عديدة جدا ان شاء الله في وجود جمهور النادي الاهلي اللي بالتأكيد كالعادة هيكون هو كلمة السر في هذه المبرامعة الاسرار والجدية الكبيرة جدا لفريق النادي الاهلي متواجدين كابتن اسلام في في فندو الإقامة كالعادة ننقل كل الأخبار والكواليس لطبعا الأمور الاعتادية الخاصة بيه الفطار والغداء والمحاضرة الفنية الأخيرة لم تتغرقش غير خمس دقائق في فندو الإقامة ومباشرة على أستاذ القاهرة المنتظر لعبة النادي الأهلي والجمهور وأكيد منتظر لعبة النادي الأهلي رؤيته وأيضا كمان لإسعاده في هذه المباراة أذكر الكابتن إسلام وذكر كل السادة المشاهدين وجمهور النادي الأهلي بقائمة الفريق في حراسة المرمى الشناوي علي لطفي مصطفى شبير رامي ربيعة أيمن أشرف محمود متولي ياسر إبراهيم أحمد فتحي علي معلول محمد هاني عمر السلية اليو ديانج باجي مجدي أفشا وحسين الشحات أحمد الشيخ وليد سليمان جيرالد ومروان محسن وجونيور أجاي يمكن طبعا عشرين لعب في قائمة المباراة لكن غيابات يمكن طبعا بنقول غيابات مؤثرة لكن إحنا تيم مورك واحد أو لعبة النادي الأهلي تيم مورك واحد ما فيش لعب إن شاء الله يأثر على فريق النادي الأهلي في هذه المباراة بيغيب طبعا رمضان الصبح اللي كنا بنعمل يكون متواجد لكن أسبوع كابتن إسلام بإذن الله ويعود رمضان للتدريبات الجماعية بكل قوة ويشارك مع فريق النادي الأهلي في المباراة القادمة سواء محليا أو إفريقيا بجانب رمضان صبحي رؤية فنية لكهربا ومحمود وحيد وحسام عشور وشريف أكرامي كل الأمور إن شاء الله كابتن إسلام تصبت مصلحة النادي الأهلي إن شاء الله من خلالك ومن خلال الملعب الآلي نكون معاكم كالعادة من ملعب المباراة لحضور الجماهير الكواليس وصول الفريقين وإن شاء الله كابتن إسلام بإذن الله متفقلين بشكل كبير جدا لدي المباراة نحن ننهي الشوت الأول زي ما أكدنا وإن فيها القاهرة بنتيجة إيجابية تصعد جمهور النادي الأهلي ويتبقى حسابات فنية وتكتيكية أخرى جدا لمباراة تبريتوريا عود إليك كابتن إسلام طيب شكرا جزيلا زميلنا كريم أحمد زي ما حضراتكم شفتوا وبالمناسبة لا أحد ينافق الجمهور الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين الكل عارف دور الجمهورة سواء مراسل سواء موزيع سواء لعيب كورة سواء جهاز فني سواء إدارة الكل يعلم أن جمهور النادي الأهلي تحديدا له دور كبير جدا 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 في كل البطولات اللي خدها النادي الأهلي خلال السنوات السابقة ويمكن خلال الفترة اللي فاتت زي ما حضراتكم عارفين ما فيش جمهور لكن دايما الحقيقة جمهور النادي الأهلي هو سند النادي الأهلي وهو دايما بيقف في ظهر النادي الأهلي ودي مش محتاجة كلام يعني يمكن الواحد بيكون حاسسها أكتر أو أي واحد لعب كورة قدم بيكون حاسسها أكتر لأن لما بتبقى في الملعب الجمهور بيبقى لايف معاك بيبقى جنبك بيقف معاك بيشجعك بيخليك بدل 50% إذا كانت ليقطك الفنية والبدنية والزهنية 50% بيوصلك لمية في المية من حماسة الجمهور فالحقيقة جمهور النادي الأهلي دائما يستحق أنه يكون على المقدمة أو دائما يكون في المقدمة في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه المباريات